كيف حلقة مصدقاء ومتابعي قناة استثمر عقلك بالتأكيد كلهاتنا مصدومين من اللي صار بعملة تيرا لونة هل ممكن تكون عملة تي ار اكس هي العملة التالية اخبار رح نناقشها بهالفيديو اذا ما لك مشترك بالقناة بتمنى منك تشترك تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بتمنى منك تنضم بقناتنا على التليجرام رح تشوف الرابط بالوصف اخر صفقة عملناها بمجموعة حيتان استثمر عقلك دخلنا عملة الاف ار ار دخلناها بمستويات جدا حلوة وعننا منها ضعف عملنا منها ربح مية بالمية دخلناها بهالمستوى وطلعنا منها على هالهدف والحمد لله كانت الارباح جدا جيدة قبل ما تصحح العملة خلينا ننتقل للفيديو كلنا شفنا وتفاجأنا الهبوط القوية اللي صار بعملة لونة عملة لونة باعت البيتكوين اللي عندها لحتى تدعم فيه عملة اليوستي اللي عندها هبوط كم باكتر من مية بالمية بتعادنا لحنا عن القمة اكتر من عشرة الاف بالمية بتعادنا لحنا عن القمة اكتر من عشرة الاف بالمية يالي صار اليوم انه مؤسس عملة 拡رأيكس مؤسس عملة وترون على تويتر اسمه جاستن Sand بيقول ارتفاع صفقات underscore على عملة ups بمنصة هذا الشي مخيف وقد تكون عملة TRX هي التالي بعد عملة لونة طبعا هذا الفيديو ليس للتخويف أبدا أصدقاء لكن للحزر حتى تكونوا على حزر نفسه مؤسس العملة عبيحكي الحكي أنه ممكن عملة TRX كون هي التالي بعد عملة لونة لذلك عبيقولوا هنين أنه ندعموا العملة بأكتر من 2 مليار دولار لحتى يتجنبوا الأحداث يلي صارت بعملة لونة عملة TRX خلينا نحط على عملة TRX عملة TRX لحنا اختبرنا موفينج الخمسين اختبار سريع معها بوطل بيتكوين لكن على فريم الأسبوع لحنا لازم نتجنب الأقفال أسفل موفينج الخمسين أنا يلي بتمنى منك بس بعد هالصعود يلي صار بالعملة إذا عندك أرباح إذا العملة فوق سعر دخولك ممكن تخرج رأسمالك ممكن تحط ستو بلوز عدخولك أهم شي تكون على حذر العملة حاليا بعد الكلام يلي صار من مؤسس العملة صار عليها جدا على ما تستفهم دايما لازم تأخذ الحذر حتى تستمر في سوق العملات الرقمية سوق خطير جدا صح فيه أرباح وأرباح كبيرة لكن بنفس الوقت فيه خسارة وخسارته جدا كبيرة خسارته أكتر من خسارة الفوريكس أكتر من خسارة الأسهم وبالتأكيد ربحه أكتر من ربح الفوريكس وأكتر من ربح الأسهم هيك وصلنا نهاية الفيديو بتمنيني العجاب بكون موفينجل 50 ركز عليه على عملة الترون إذا عندك ربح حجوز أرباحك هوت ستو بلوز على أرباحك خرج رأسمالك المهم تكون على حذر بعد مشاهدتك هالفيديو هيك وصلنا نهاية الفيديو إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله موسيقى